بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله برحبكم اعزائي الطلاب موضوع اليوم حيكون عن الواقعية إلى كل المهتمين في إنتاج بلاط للأرضيات وبلاط للجدران خاصة بمناطق الحمامات والمطابخ ومحتاجين مساعدة بهذا المجال فعنا سكريبت مختص اسمه Wall Generator For Tailing و Floor Generating For Tailing بالإضافة للسكريبت الخاص في تفعيل هذا المتيريلا تابعوني حيكون كل الجديد إن شاء الله معنا سنعطيك اليوم الفولدر الخاص في كل أنواع أو أقرى ما يكون للماتيريا المحتاجينها أكثر من نوع ماتيريا لأنه ريالتي محتاجة أن يكون فيه اختلاف في البترن ما يكون تكرار لنفس القطعة فعندنا أكثر من سابن إن شاء الله سأترك إياهم وبالإضافة لذلك في عنا إشي كثير مهم للصور في عنا السيكريبت هما فعليا ثلاثة الأول فلور للأرضيات وتفاعل مع ماكس 2014 لحد ماكس 21 وبعدكم إن شاء الله في حال الحصول على الفيرجين الخاص بـ 22 سيكون بإذن الله بين يديكم بالإضافة إلى مالتي تيكشور ماب من 2012 إلى 2021 ما كان الفيرجين اللي عندك سيغطي عليه وكما في عنا الوال تايل يعمل على كل الفيرجين بس اثناء 22 سوف نرى مع بعض كيف ننزلهم وكيفية استخدامهم داخل برنامج ماكس تابعوني والآن مع خطوات تنزيله نحن الآن فيه السيكريبت الخاص فيه والذي يجب أن نأخذه سوف ننزلوا على ماكس 2021 أنا بـ C Program Files Autodesk 3D Max حسب الفيرجين اللي عندي 21 الآن بفولدر اسمه Plugins أخذت الفايل اسمه Flour Generator Max 21 وحطيته هون مباشرة هذا الحكي رجعا والماكس مطفي والماكس مطفي بالإضافة للفايل الثاني اللي اسمه Multi Texture أخذت كمان نقم 21 وتركته والماكس مطفي لا يوجد أي مشاكل أخذ راحتك بالنسبة للفايل الأخير اللي هو تبع الجدران تفعيله كالتالي من قائمة Scripting سأذهب على Run Script سأخذ على نفس الفولدر اللي فيه الـ Wall Tile Generator لا يظهر بداية لكن سأذهب على File Type وأختار All Files أظهر لكل الفايلات هذا هو MZP أو أني أعمله دراج مباشرة سأخذ على المعكس سأخذ الآن تنزيل Done أمور تمام إذا أردت أن تأخذ بنسخة بالشورتكات في المنطقة سأذهب على قائمة Customize Custom User Interface سأذهب على Toolbar سأختار 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 Next Script نسخة بس NIK Script سأخذ على Floor Generator سأخذ نسخة ونضع المنطقة هنا أو أعمل له New Shortcut ونضع المناسب نضع نضع المنطقة ونضع المنطقة المناسب سأخذ الآن سأخذ مع طريق التعامل في داخل برنامج Max بعد استراد ملف AutoCAD ورفع عن طريق الأمر Extrude سأخذ أنه أعمل أرضية هنا ونفصلة لكل زون لكل منطقة لأنه يكون هناك اختلاف في منطقة التبليط وهذه القطعة Poly يعني هي أصلا كان line ومنها لـ Convert to Poly سأخذ هذا الأمر عن طريق أعمل Select X from Keyboard FLOO Floor Generator سأخذ الآن تظهر إلى هذه القائمة أول ما أضغط Generate Floor سيتحول إلى Floor مباشرة نضغط تحول إلى Floor بقيم Standard 60 سنتي بالطول و60 بالعرض فممكن أعطيه بلاط 60 و60 بدون ما يكون بينهم Offset فبروح على Offset الذي عندي هنا 50% نضغط 0 فصر بلاط بقيم 60 و60 والحلل اللي بينهم In Between هذه المنطقة هي عبارة عن Grout Grout Link نضغطها 2 مل مثلا فصالت 2 مل مثل الواقع بالضبط وأمر Extrude وفي أمر زيادة اسمه Bevel يعطيني حركة Bevel كسحة كذلك ممكن نضغطها 2 مل كمان أو حتى 1 مل كسحة خفيفة جدا من أجل الريالي من أجل الريالي لو فكرت عملها خشب سيكون قياسة متر أو حتى مترين في قياس 18 سنتي لماذا 18 بالضبط؟ لأن الخشب الذي عندي قياسه مترين في 18 لكن ترتيبهم غير متناسق فأذهب إلى Offset أعطي 25% إزاحة فأعطيني هذا الشكل أعطيني هذا الشكل 25% طيب لو في عندي حمام وهذا الحمام أريد أن أقلته بنفس الطريقة الذي تسيه هذا الحمام أريد أن أقلته بداية سأختاري Polygons اللي في كل منطقة فممكن أختار By Angle عشان يأخذ كل الواجهة اللي هون أكبس Control واختار المنطقة اللي هون نفس الشي هون ونفس الشي هون سيكون أربع واجهات عبارة عن بلاط واحد سأعمل Control Alt D Detach فصلتهم Asiclone لواحدهم فالقطعة اللي فصلتها جديد سأخذها Alt Q هذه القطعة ستكون عبارة عن Floor Generator بنفس الطريقة السابقة فكبس على Floor بلاط لها بنفس الطريقة السابقة والآن عندك الحرية أن تحدد حجم الولاط سأخذ 0.2 20 سانتي في مثلا 60 سانتي أو 0.60 سانتي 20 سانتي 0.2 بها الطريقة وما بدي يكون بينهم Offset وممكن حتى عملهم دوران عن طريق Direction أعطيهم مثلا 45 درجة بهالشكل فعندك الحرية أنك تتحكم في كل شيء بالبلاط إذا كان للجدران أو حتى للأرضيات الآن مسألة التلوين لكن قبل أن ألونه سأخبركم عن أنواعه أنواعه لازم نعرفها مع لماذا تحملوني المعلومات هذه المصلحة كل الأنواع الخاصة في Floor Generator هاي الخمس أنواع الخاصة في Floor Generator النوع الأول هو Standard Running Bone وهذا شكله النوع الثاني Hearing Bone بعطيني هذا الشكل Cheffron نوعا ما صعب النصيحة أبعد عنه لأنه بعمل تعليقه في الجهاز واحتمال يطلب منك أنه يغلق الماكس حاولوا تجهلوا لأنه عن جد بأخذ وقت في الاستيعاب Basket Weave و Hexagon كل هم ممتازين لكن احذروا من Cheffron Cheffron يغلب الآن عملية تلوينه داخل الماتيريال السكريبت اللي حطينا آخر شي سيطلع لي نتيجة بالضبط هذا الخشب وكل الخشب سيكون اختلاف بينها وبين الخشب الثانية Randomly كليك على القطعة Alt Q أحسن عشان أخذها Isolated وروع على Material أعمل Create New View نسمي وود في حالة الرجوع له لاحقا رأي تكليك Map General أختار Multi Texture هذا هو السكريبت اللي دخلنا في الفولدر اللي اسمه Plugins دابل كليك عليه عشان يضل عندي قائمة البروبراتيز عنده على يمين وروع على منجل تكسجر أد بيتماب ومعامل أختار صور كاملين ليس صورة واحدة أكثر من صورة أختار الأول وشفت والأخير كل الخشبات اللي عندي ولاحظ مكتوب قياسهم مترين بثمنتعشر سانتي عشان البروبروشن يكون الحجم حقيقي نعطي أكثر من البروبروشن نضع نضع We'll show Because We'll show مباشرة مباشرة هون As Instance و أعطيها As Diffuse و أعطيها Show لاحظوا اللي بطلع عندي بالشو هون مش نفس الحقيقي في الرندل بالرندل بطلع Perfect لكن ما بصير انه يكون في عندي خشب بدون Bump فعشان أعمل Bump محتاج صوره Black & White اختار Color Correction نود تعمل لي Black & White Picture سأعطي الأصل عليها Double Click سأسحب منها اللون نهائيا Saturation سأصبح Black & White Saturation سأزيد Contrast لكي يكون فرق الأسود والأبيض أقوى و شوية Brightness يعني بالعين سأعطي هذه الوحدة على Bump عشان يطلع عندي نتوء أو إذا حابين تستبيدوا أكثر في عندي برنامج اسمه Materialize هاي موجود في الأعلى هون ممكن الآن تذهبوا له تحضروا هذا الفيديو بساعدنا على نعمل كريشن الماتيريال مع والدفيوز والرفليكشن والنورمال ماب كثير مفيد لكو وأعتقد هو فيديو سابق مننا الآن محتاج أن يكون فيه رفليكشن انعكاس ماذا سأختار نوع ما لو عملنا 40 40 درجة من 255 الـ Gloss Ness سيكون 0.8 و أعطي نسف نسف يعني 0.03 أو 0.04 سوف أعطي 0.03 أو 0.04 سوف أعطي بمب جميل جدا نتأكد من البمب كم قوته البمب عندي 30 ويمكن أن أعطي 50 يظهر بمب أكثر الآن سيكون جاهز للرندر سيكون خشب حقيقي وما ينطبق على البلاط العادي وينطبق على الحمامات وبلاط المطابق هذا السكريبتي الهدف أنه الفائدة لكو تحملوني الفيديو طويل لكن كل المصلحتكم وإن شاء الله بوعدكم كل ما فيه جديد ومميز سيكون بين إيدكم إن شاء الله السلام عليكم ويعطيكم ألف عافية